الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتابعين له بإحسان إلىهم الدين أما بعد دي جريدت الانتباهة بتاريخ اليوم الاثنين ستة جمهات الأول 1442 هجري الموافقة 21 ديسمبر 2020 الصفحة سبعة بيتكلم عن أخطر شبكة للدجل والشعوزة بالخرطوم طبعا الناس الدجل والشعوزة دي المعروفين دي هم مشايخ الطرق وعباد القباب والأضرحة هم دي أصحاب الدجل والشعوزة ومكتوب فيه كتبهم ذاتهم وبأصلوا له فيه كتبهم ككتاب أزهير الرياض والنصر العلمية وغير من كتب الدجل والشعوزة طيب فحكين قصصين غريبين دي ردكم مننا قصتين بس ونعلق عليها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى القصة الأولى قال عشقي ممنوع واحد قال أربعين عمره في الأربعينات مغترب بر السودان وعنده قروش كثيرة قال دفع مبالغ للشيوخ والدجالين والفوكايديل اثنين مليار سبعمية ألف جنيس سوداني عبارة عن أموال دفعها الضحية نظير عقد سحر لشاب وحسب المعلومات فإن المغترب الرجل المغترب العمره كم أربعين سنة دا تواصل مع أفراد الشبكة بحجة أنه يعشق ذلك الشاب بعينه قال بيعشق الشاب دا هو دا رجل بيعشق له رجل تاني وطبعا العشق في اصطلاح اللغوي يعني الحب المخلوط بشهوة فالعشق دا ذاته ما بجوزل بين الرجل وزوجته لأنه هو حب مخلوط بشهوة فذبع الشق له راجل زيه خلاص قال وأنه يريد من المشعوز أن يفعل سحرا يجعل ذلك الشاب يجعل ذلك الشاب يبادله العشق طبعا دي بلاوي نحن الآن ابتلنا بها في مجتمعنا دا المهم الدجالين وعباد القوبة بديل قال لي جيب 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 وحنعمل له سحر وحيعشقك زي ما انت بتعشقه دفعوا 2 مليار و700 جنيه 2 مليار و700 مليون جنيه سوداني وفي النهاية قاموا زاغوا بالقروش الفكا يديل وجاء داخل سودان المغترب دا وفتح فيهم بلاغات طبعا هو المفروض يفتح فيهم بلاغ هو أول حاجة وده جريمت بالمناسبة يعني كبيرة جدا وعدة جرائم الجريمة الأولى جريمة عقدية تقدح في التوحيد والعقيدة والإيمان إنه مش للسحرة والدجالين عباد القبب والأضرع والنبي عليه الصلاة والسلام قال البمشي للدجالين والسحرة اليوم الكهان والعرافين والسحرة قال عنه صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له قال التلاتة ديل بر منه من النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح إنه البراهن من الشخص ذاته مش من عمله بس من الشخص ذاته وده صحيح قال ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول ذي مامة الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وربنا قال ولقد علموا لمن اشتراه تعاطى السحر ده أو مشا شنعمل له سحر لزور لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال العلماء هذه الآية دليل على كفر من تعلم السحر وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن ذهب إلى السحر والفكية والكهان والعرافين وصدقهم أو ليعملوا له السحر فدي الجريمة الأولى اللي وقع فيها الرجل ده ودي أكبر جريمة وأدهم قروشه من الغباء بتاعه والسفة بتاعه وأدهم اتنين مليار سبعمية مليار ورباً وربنا سيسأل من القروش هذه الجريمة والسفة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامة يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه تقول لهما انفقته بحب لي شاب أنا رجل بحب لي بعشق لي رجل شاب تقدر تقول له الله كذا وفيما أنفقه تقدر تقول أنفقته للسحر والدجالين والفقية تقدر وعما عمل فيما علم الجريمة التالتة إنه بيعشق له رجل زي عشق يعني شهوة يعني وده المصائب البجر وتكون سبب في عمل قوم لوط ربنا قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وتقول لهم دي ما في أحد من العالمين سواها حتى البهايم والحيوانات بالمناسبة ما في ذكر بيطأ له ذكر يطأوا كذا مرة واحدة دي ما في بهايم حيوانات أعقل من هؤلاء البشر اللي بيعملوا العمائل دي الليلة والماء العظيم وتاري البلد دي فيها بلدهات كثيرين جدا ولا كثيرات ما بعرف جدا جدا ودهك ماشي قال عرس له وحده وين في محل الدهب واحد راجل عرس له راجل قالوا عبدالين حفلة قالوا لطارتي قالوا احتفالا بل عرش عرش راجل على راجل الوليد بن عبد الملك رحمه الله قال قال لولا أن الله قص علينا من خبر قوم لوط ما ما قص في كتابه ما ظننت أن ذكر نعل ذكره أو رجل نعل رجل ما فيه ده ولازم ولا كانت خيّل قال ودي الفطر السليم بالمناسبة لكن ده فطر منكوسة فطر منكوسة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن من يفعل ذلك فهو ملعون 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 تلات مرات قال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائلة والمفعول به الليلة قال بيدلعوا الموضوع ده يقول لك اسمه مثلية و جاي بنا الخاي بذلك من وين ده هولندا ولا الدنمارك ما عارفوا المين من الوربا قال جاي يمثل فيلم اسمه فن الخطيئة عن اللواط وكيفية اللواط في السودان الله يقبحه و يقبح النازل كله و ينتقم من جميع العلمانيين و المجرمين و الملاحدة القاعدين ينشروا لنا في الإجرام و ينشروا لنا في الدعارة و ينشروا لنا في الفواحش و الرزائل و يحربوا الإسلام و الفضائل لكن ربنا بانتقم منهم ربنا قال كذلك العذاب هنا في الدنيا لا أبوض ربنا يعزموا في الدنيا قبل الآخرة و لان قاعدين يتعزموا و الناس كلهم كشفوهم و كرهوهم هؤلاء الملاحدة و العلمانيين كذلك العذاب و العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بعد ذلك يفتح بلاء كانوا يفتش في قروشه و قالت بلاوي والله بلاوي عجيبا خلاص القصة الثانية قال إحدى الضحايا دي مرة كمان و أكترل بيمشوا للفوكية عبادة الكباب و الأضرحة دي أكترل بيمشوا لهم النساويين ليه؟ لأن النساويين جماع عقول ضعيفة شكدوا ربنا لما قال و لا تؤتوا السفهاء أموالكم قال الضحاك رحمه الله و أسفه السفهاء النساء و الصبيعي عقوله ضعيف شفت كيف؟ شكد أكترهم قال لي بيمشوا للدجالين و ده المشاهد و الغريب أن الدجالين و المشاهدين ديل المرأة تجيب تدخل على براها في خلوة أمة بين الدجال عابد القب المجرم و بين المرأة قد تجيب مريحة و غيره في دخل براها يخلو بها براها و النبي عليه الصلاة و السلام قال قال لا يخلو أن رجل بامرأة إلا و كان الشيطان ثالثهما فالمهم و كونه جاءت ذاته لو ما صدقته النبي عليه الصلاة و السلام قال ما تقبل للإنسان اللي بيمشي للدجال و يسأل ما يصدقه ما تقبله صلاة أربعين يوم يعني متين صلاة الله ما يقبل منه أما البيمشي بصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ها هذه مشد و قال للعلاج للدجال للشيخ لأبوه الشيخ قال للعلاج وأبوك الشيخ ده ذاته لما يمرض بيمشي تايلند الدجال ده ذاته أبوك الشيخ لما يمرض بيمشي تايلند و ذاك مشى أسبانيا و ذاك مشى الأردن قاعد عشرين يوم الجماعة بس جدوله في الوطن والعيام بدل ما يودوا الدكتور الطبيب و يودوا المستشفى لا قلوا و يودوا له أبوك الشيخ الفكي الكاهن العراف الساحر والساحر الكاهن ده أبوك الشيخ ذاته لما يمرض لما يمرض بمشيد عالج في أسبانيا يا ناس ما توعوا يا ناس ما تعقلوا الزلداء لو كان عنده علاج ما كان عالجكم كان عالج روحه قبل ما يعالجكم انتم المهم فقام قال لي أنت معمول لك سحر والسحر المعمول لك ده فيه دهب حقي طبعا شافه كده مرتاحة وغنية قال لي السحر ده فيه دهب حقي لو تجيب الدهب كله أشأنفك منه السحر ولي جرام دهاته مع سبق الإصرار والترصد المرمج الجابة 173 جرام من الدهب 173 جرام من الدهب الخالص أدته للفكي لأبوك الشيخ قال ليس أن يزوب الدهب لأنه قاعدة جنبه قال لا لابد نمشي نغسل في البحر طبعا المرمج تخاف من البحر أقعد هنا شال الدهب قال ليس البحر ركب عربية والزاق وجراجع بدون الدهب المرمج قال لي الدهب 173 جرام بالله يجرام ده يعني ذي المرأة إذا قدر تثبت أن الجن شال ويشال ده موضوع تاني لأن الجن ذاته ما بتقدر تشوفه لأيدي إلى أبوك الشيخ ده ربنا قال إنه يراكم عن الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فخدع المرأة المسكينة وشال منها القروش بيقى كل مرة يقول أنا حقلع من الجن تقلع من الجن يا مجنون قال وحقلع من الجن وبقى بما أطله وبقى بما أطله في النهاية قال ما شاء فتحت البلاغ فيه هم اتنين أبوك الشيخ اتنين فكيين اتنين وجابوا للشاكية وادعرفت بهم في اسم الشرطة وغيمة الدهب اتنين مليار وستمية وخمسين مليون جنيه يا ناس ما تسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيمشي للكاهن والعراف ويصدقوا كافر خلاص ما تمشوا اليوم ما بيحصل لكم الجرائم دي ما بتحصل لكم ولا بتفقدوا عقيدتكم نحن ما همنا القروش الآن بقدر ما همنا التوحيد والإيمان بتاعكم ما تفقدوا عقيدتكم البيمشي لديل الرسول قال فقط كفر اللي بيصدقهم كمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دي واحدة اتنين بتحصل جرائم وجرائد عندي والله ايزوا لانا تحداؤوا بها كل الوسائق موجودة يمشي واحدة بيت عسانة والإفاقي يغتصب يتحرش بيها ما بعرفه يسوي شنو دجال ومشعوز وغير وغيره جرائم كثيرة والجرائد قعد تكتب يا ناس ما في دائل الكلام ده اعتصموا بالله وتوبوا وارجعوا لله شنو دار نعمل عمل لذا وعمل عمل لراجلية عشان ما يعرش واحد كمان البليد يقول لك عندي مليار الفكي قال ليه يجيبه عشان نزيده وعمل لك 11 مليار الفكي لو بيزيده ما كانت دروحه ليه قاعد له في غرفة بتاع الطين تاع الجالوس ما كانت دروحه يا جمعة داريها كل المليار ده ويغش يقول لك بديك 11 اشتغل تجارة حلال ربنا قال وحل الله البيعة وحرم الربا أما الذهاب لهؤلاء ده كفر بالله سبحانه وتعالى إذا صدقتهم وإذا ما صدقتهم ومشيت لهم متين صلى الله ما يقبل منا فاتقوا الله وتوبوا وارجعوا لله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وصحبه